بكرة السبت هتبدأ انطلاق اختبارات النشئين لقرة القدم بالنادي الاهلي على ملاعب النادي الاهلي بفرع مدينة ناصر ده طبعا في اطار عملية البحث والكشف عن المواهب المميزة طبعا عايزة يعني كمان انتهز الفرصة دي واقول مبروك للكابتن بدر رجب والكابتن بدر رجب يعني طبعا اسم كبير جدا جدا في قطاع النشئين وخبرات الحقيقة كبيرة جدا جدا ومكسب للنادي الاهلي مفيش شك حنستفيد جدا بخبرات الكابتن بدر رجب مع طبعا الكابتن خالد بيبو اللي كمان الحقيقة قام بمجهود رائع السنة اللي فاتت مع كل التحية طبعا لبروكتش ألشيكي اللي كان متواجد كمدير فني للقطاع الكابتن بدر رجب والكابتن خالد بيبو ان شاء الله بيعلنوا ان بكرة ان شاء الله يكون في طرح لاستمارات التقدم للاختبارات داخل مقر النادي الاهلي الاربعة سواء في الجزيرة او مدينة ناصر او الشيخ زايد او حتى في القاهرة الجديدة قيمة الاستمارة هتكون 100 جنيه والنادي الاهلي بيفتح باب المتقدمين من موليد 2007 لغاية 2018 ده الموليد من 2007 ل2018 هيكون عندهم فترة اختبارات بتقامل اختبارات المرحلة الاولى على مدى اربعة ايام تنطلق يوميا الساعة 7 الصبح وان شاء الله هتبدأ يوم السبت باختبارات موليد 2016 2017 و2018 يوم الحد هيكون موليد 2013 و14 و15 يوم الاتنين ان شاء الله هيكون موليد 2010 2011 2012 يوم التلات هيكون ليه موليد 2007 2008 و2009 ان شاء الله كل التوفيق لكل يعني وانا بتكلم رجعاني عني الزاكرة بعيد جدا الحقيقة وافتكرت والدي لما اشترى لي تذكرة وكانت التذكرة يعني طبعا ساعتها كانت تذكرة ب50 ارش ولا بقى 25 ارش وجالي البيت وقال لي انت هتروح لاختبارات يوم الاربع اللي جاي قالت له اختبارات ايه يا بابا قال لي اختبارات النادي الاعل انت مش اهلاوي عايز تلعب في النادي الاعل وقلت له يا ريت وكانت الحقيقة يعني بالنسبة لي وانا يعني كنت سعيد جدا بالاختبارات اختبارات على فكر ما كانتش سهلة اختبارات كبيرة جدا اعداد كبيرة جدا جدا كل الناس كل الاطفال تتمنى تلعب في النادي الاهلي بس الحقيقة يعني من ساعة دخولي واللحظة داية الحقيقة كانت غيرت مجرح حياتي تماما يعني يعني بفتكر ساعتها والدي الله يرحمه كان يعني كان سعيد جدا جدا بعد ثلاث شهور من الاختبارات واللحظة السعيدة في حياتي الكابت المصطفى حسين الله يرحمه قال لي هات والدك وتعالى عشان انت هتكون خلاص متواجد في قطاع النشئين في النادي الاهلي من اللحظات السعيدة جدا في حياتي فطبعا كل التوفيق لكل الولاد اللي هيروحوا كل الامنيات لهم بالتوفيق ان شاء الله